اهلا وسهلا كانت تمنى تكونوا بخير وعلى خير جدتكم فيديو جديدة فيديو منوعة فيها مجموعة من الوصفات اللي تقدموه في الغضاء او في العشاء غد نشارك معكم صلطة غانية ولديدة جدا بالقرص بطريقة مختلفة وتحلية اللي ممكن تحضروها في العشاء او منور الغضاء واللف القوتي لوليداتكم اللي كتجيها الى ولديدة وكذلك هنشارك معكم طاجين مع السلب الجاج والبصلة والزبيب اللي كيجي الديد بالساف ممكن تقدموه حتى في العراضات ديالكم بالنسبة للطريقة عندنا هنا كيف كتشوفوا البصلة الزبيب دمتي زعفران ربيع زيت سيتون شوية القرفاس كينجبير الخرقوم التومة وشوية البزار وغادي نحتاج هنا يربعة البصلات مقطعين شا رائح وعندي هنا تجاج او بيبي اللي كننغسلوه كنعسر عليه شوية الحامض وبصلة واحدة مشلدة فطاجين كنديرو زيت زيتون انا دائما كندير فطاجين زيت زيتون مخلط مع زيت ناباتية كندير عليه العطرية ديالي سكينجبير الخرقوم البزار شوية القرفة وثومة محكوكة او مطحونة جوش فصوص تلت لازا واحد شوية ديال ما تقريبا واحد ربع كاس ما كاملش واحد ضامتي ديال زعفران واحد شوية ديال سمن وكنديرو القسبور والمعتنوس مقردين ارقاق بالنسبة لهاد المال اللي درنا غير باج ما تحرقش لنا العطرية اما الطاجين ما كنديروش فيه الما نهائيا مكونات اللي كنديرو في الطاجين وملكيت القلمة كننشر من الحيمة ديالي في هاد العطرية وكنستفها في الطاجين من بعد كنجيب بصلة واحدة اللي كتكون مشلدة مربعة صغورين وكنرميها فوق هاد اللحيمة وكنحتها نصدى ليه ونحتها فوق البوطة كنفرش للطاجين ديالي واحد الحديدة او المقلة التقيلة باش ما يتوصلوش العافية بزاف ويتحرق ويتشقق كنخليه كيتشحر حتى كتبدا تدبل ديك البصيلة كنبقى نحرك فيه مرة مرة حتى كتدغمر ليه البصيلة من بعد كنناخد هاد وكربعات البصلات كبار مش ننفين كنفرش النص لتحت باش ما يتحرقش اللي الدجاج وذاك شي اللي يبقى عليه كنديروه من الفوق والنار هناي البناتر كتكون متوسطة في اللول مني كنبغون نشحروا الدجاج من بعد مني كنديرو هاد المرحلة ديالي اللي اللي تحت ومن الفوق كنديروها مهيلة وكندستف الزبيب اللي غسلتوه من بعد كندستف شوية ديال المشماش وشوية البرقوق على حاسب تقدروا تديروه غير بالبصلة والزبيب وكندرش الملحة من بعد كندرش بسانيدة باش كي يجيني هادك البرقوق والمشماش مع سلين وحتى ديك البصيلة وكندير شوية القرفة نفتحونا وكنديروتها واحدة لعوية القرفة أنا نسيت هنا ما درتوش سوفي ومن كنستو علي وكنخلي وعلى نار مهيلة مني كي بدي طيب را كي يطلق المدية لو شتو تبارك الله شحل تلق ديال الماء بحتاجي تقاع اني نضيف له المدية لبصلة را كتلق المكافية كنبقى نسقديش ديالي من الفوق حتى كي طيب مني كي طيب كنتفعلي هو بقي فيه المرق بحال هاكدا مني كي يبرد شتو المرق كيفاش كي يولي كي يرجع مع السل وخاتر سوفي وكنقدموه بسحة والراحة دي بغندوز معكم التحلية بالنسبة لها التحلية غادي نبدو بها ديال البانكيك عندنا كريمة الباتيسير بشكلات جوجو معلقة للزيد سكار سانيدة واحد جوجو معلقة تل ثلاثة عندي الكاكا والخمارات الفاني بيضة وحدة كنزيد عليها واحد شوية الملحة مع جوجو معلقات كبار حتى تل ثلاثة ديال السكار سانيدة كنطرب هاد البيضاء حتى كيدو بليدك السكار كننسم بالفاني تبعه ومستقرام كننزيد واحد جوجو معلقات كبار ديال السيت عامرين غير جوجو هاد التحلية غيجر بوهارة كتجي هائلة جدا جدا انا ما كيعجبونيش تحليات بزاف ما عنديش معاهم هادي كتعجبني وصراحة كتكال كتعجب الكبار والصغع كنضيف الكازة الحليب وكنضيف نص خمارة نص دياله حيت ما غديش نحطرو بانكيك كبير لحجم دياله غير صغير كنضيف كاز ديال الدقيق اربع لحسب الخالط يعني خاص الخالط دياله يكون بحل ديال الكيك او البانكيك العادي ميكون شجاري يكون القوام دياله ديال الكيك اللي كيف ممل فيه كنخويف هاد القريعة وكنخليه يرتاح واحد العشرة دقيق وكنبتنطيف فيه في مقلامة كتل السقش مدهونة بشي ديال الزبطة تقدرو تديرو غي قريعة ديال ما تقبوه الغلاقة ديالها من الفوق وبدو تكبو بيها صافي هنا يمني كي بدو يديرو هاد الفوقعات بحل البغرير كنعرفو ان الوصفة ديالنا راه ناجحة وكنحيدو همرا كي ياخدوش الوقت بزاف تغيض كريما غنحتاج فيها جوش كيسان عنبا ديال الحليب كنزيد عليهم ساشيد الكاكاو مايو عادي المعلقة كبيرة سبعة سبعة قرام كنضيف عليهم معلقة احتال جوش ديال السقار سانيدة حيث غنضير الشوكولات ماكنكتر من السقار وكنزيد عليهم جوش معلقات من الكريم باتيسير ديال الشوكولات ممكن تعودوها بالكريم باتيسير العادية اولا نشاء انا مكيعجبنيش ان شافت حليات دا كشيريش دائما كندير غير الكريم باتيسير وكندير معلقة صغيرة ديال السبطة في الاخير مني كتعقد لي الكريمة وكنزيد ليها واحد تمنيات القيطع ديال الشوكولات حتى العشرة مربح هنا في الطريقة ديال تحضيرك ديالها كفي الكيس كندير البانان البانان هو اللوول قطع دوائر معصر عليه شوية الحامض عاد كندير القيطع البانكيك عاد كندير الكريمة وكن عاود عاود ثاني بالبانان البانكيك والكريمة وصافي كندير من الفق شوية ديال اللوز اللي تيكون محمر ومهرمش من الفق كنوع منتزين باش كيعطيني هديك القرمشة فوق من التحلية ديالي صافي هنا يشتو معي كيفاش الشكل النهائي ديالها كنخلاف تلاجة كنغطاها بالبلاستيك الغذائي من الفق كنحطفد بهم كنقدمهم صراحة كيجيو لداد وزوينين بزاف ويجربو مرا غادي يجبوكم كيجي ذاك الماضاق ديال الموز كيف كنعرفو كيتوتا بزاف مع الشكلات والبانكيك حتى هو كي تجي في ديال الكريمة كتجيو مفزقة كيجي زوين بزاف انا ما عنديش كيف قلت لكم مع التحليات ما كي يعجبونيش بزاف ولكن هادي عجباتني وصراحة كنصوبها لانها كتجي لدي دا كتجي لدي دا وفيها مضاق مختلف دا بغادي ندوز معكم نحضرو الوصفة الثالثة اللي هي وصفة ديال لاشا انا درتها ممكن ديروا عتال لغضا كيف ممكن كذلك كي لا كنت عندكم معنا دا ودرتوا لك الطاجين مع السل تقدموها مع ذاك الطواجين اللي درت معاكم في الزليفات يعني كنوع من الصلاطة عندي فيها البنات هاد الصلاطة غنية جدا وكتجي لدي دا بزاف على حسابي انا دائما كنديرها فالطريقة كناخجوش كيسان ديال الروز مسلوق كاس اللي عنبا سلقاغي مع الملحة وشوية الزيت والماء كنضيف عليه حبا ديال مطيشة مقشرة مقطعة مربعات نص بصلة مقطعة شرائحة رقيقة جزارة وحدة محكوكة شوية ديال الزيت والمقطع دوائر وكنضيف عليها الخص اللي قصلتهم بزيان وسقطرتهم اللي ما وقطعته حتى هو حبا واحدة ديال الخص كاملة ضفتها وكنزيد معاها حبك ديال الطون ديال الزيت اللي كنستعمل هنا الاسقامري تقدرو تديرو اي نوع كيجبكم كنديرو بالزيت ديال وكندير جوج حيط عندي كمية كتيرة ديال للروز تقدرو تديرو غير واحد وكندوز نحضر السلسة اللي غادي نسقي بهاد السلطة فيها 4 الميلقة تكبار ديال المايونيز كنزيد عليهم 1 ربع كاس ديال زيت الزيتون وكنزيد عليهم شوية ديال البزهر وشوية ديال الملحة وغادي نخفف هاد الاصوس بشوية ديال الحليب حيط سلسة المايونيز تقيلة كتخففها بشوية الحليب منها كيعطيها خلط قريبا وكنصبها فوق من السلطة ديالي صافي مباجرة كنبدأ نحرك بالمعلقة بش كتشرب لي هاد السلطة هاد لاصوس وكنقدموها كيف قلت لكم وجبة مشبعة وليدة كوجبة عشاء سريعة وخفيفة او لا كوجبة كصلة مرافقة الاطباق الرئيسية او لا احتوى كوجبة غدا او لا ايضا للخارجات ديالكم او تعطيوها الوليداتكم هكذا بمع المدرسين ديوا معاهم مهم شي حاجة زوينا وبنينا وصحية ما تنسوش الابنتي لاجبكم هاد الفيديو تديروا البرتاج مع الاصدقاء والعائلة انتلاقوا فيديو جديد ان شاء الله سلاما اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة